الرطوبة الزيادة كل دا احنا عارفينه طول عمرنا بنلعب في البطولة الافريقية ولكنها عوامل مؤثرة بشكل سلبي على اي فريق ما تعودش على هدي الامور انت رايح تلعب مباراة مهمة في الكونغو المباراة دي انت بتلعبش كل يوم في الكونغو انت بتلعب هي مباراة او مباراتين في السنة كلها يعني لو لعبت مباراة هناك فعشان كده بقول لحضراتكم هي عوامل بتؤثر بشكل سلبي على لعيبة خصوصا شمال افريقيا لما بتلعب فيه الادغال افريقيا زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الامور مختلفة شوية فخدوا بالكو بس من الامور دي الطقس الرطوبة الملعب الجمهور من وجهة نظر ان الجمهور مش هيفرق كتير لانه النادي الاهلي واللعبت النادي الاهلي متعودين طول عمرهم من نوع بلعبه قدام ستين وسبعين الف متفرق سواء معه او ضده وبالتالي موضوع الجمهور ده مش فارق بالعكس موضوع الجمهور ده حيديك حماسة اكبر حيديك مقدرة اكبر ان انت تقدر تطلع كل اللي جواك علشان تكسب المباراة وبالتالي مباراة مهمة مباراة صعبة جدا مباراة فيها مباراة مفصلية مباراة مفصلية عشان كده احنا طلعين مع حضراتكم النهاردة من الساعة 9 للساعة واحدة من الساعة 9 للساعة واحدة هنكون مع حضراتكم عندنا فقرات كثيرة جدا هقولها لحضراتكم خلال الفترة اللي جاي عندنا فقرات كثيرة جدا هنجيبلكم ايه اللي بيحصل فيه معسكر النادي الاهلي هنجيبلكم ورسلنا من هناك حيقول لنا الموضوع ماشي ازاي الدنيا ماشي ازاي الامور ماشي ازاي مباراة بكرة ايه موضوع هشان محمد هل هيكون متواجد بكرة ولا لا هنتكلم مع حضراتكم في كل الامور عندنا حلقة تاريخية الحقيقة هنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي اول فقرة الحقيقة هيكون عندي المعلق الكبير الاستاذ طارق الادور مشوار البطولات الافريقية وتاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقية بعد كده عندنا فقرات اخرى هتكلم عنها في وقتها ولكن عادي مع حضراتكم النهاردة من الساعة 9 للساعة 1 هنقول لكم كل ما يخص النادي الاهلي في مباراته المفصلية الحقيقة هي مباراة صعبة جدا بسخدوا بالحضراتكم برضو لان الكلمة دي دايما بتوجعني جدا اه احنا دايما متعودين ان احنا نكسب دايما متعودين ان احنا كجمهور النادي الاهلي او اي حد بينتمل النادي الاهلي متعود ان هو يكسب دايما ولكن كرة القدم فيها كل شيء كرة القدم فيها كل شيء كرة القدم بالمناسبة 3 حاجات مكسب تعادل هزيمة مش مكسب بس مكسب وتعادل وهزيمة التلات حاجات دول موجودين ولكن جمهور الاهلي طبعا متعود على المكسب دائما ولكن كرة القدم فيها التلات حاجات انت ممكن تعمل كل حاجة في الكرة ولا قدر الله يخش في الجون تخبط في مش عارف في المدافع وتخبط في المدافع التاني وتخش جون هي دي كرة القدم هي دي حلاوة كرة القدم ولكن دايما لعبت النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مستنيين من لعبتهم ان هم يبذلوا اقصى مجهود خلال التسعين دقيقة او الخمسة وتسعين دقيقة اللي بتتلعب بالوقت الضايع هو ده المهم هو ده اللي الناس مستنيين من لعبت النادي الاهلي وربنا دايما ما بيسبش حد بيبذل مجهود وما بيسبش حد عايز يكسب فاللي عايز يكسب دايماً بيبزي المجهود بيركز كويس في الموتش حتى لو كانت المباراة صعبة من الناحية الفنية أو من ناحية الملعب أو من ناحية الأجواء والطقس وأنا لا أبرر أي شيء ولكن أنا بقول لحضراتكم أشياء واقعية بتحصل ويمكن يعني الحمد لله لوحد حصلت معاك كتير جداً في البطولات الأفريقية نحن كنا بنروح بس كنا بنكسب أو كنا بنتعادل كنا بنقدر ناخد البطولة الأفريقية فاللي عايز أوصله لحضراتكم هي مباراة صعبة بكل المقاييس وفيها كل ما يخص كرة القدم وفيها حلاوة كرة القدم حلاوة كرة القدم في إيه؟ في أن أنت تبزل أقصى مجهود والناس تعت سقاف لك حتى لو لو قدر الله حصل نتيجة أخرى جلال ماكسب الناس هتسقاف لك لأن جمهور جنادي الأهلي هو جمهور واعي جمهور عارف هو بيعمل إيه وعارف هو قد إيه بيحب فريقه وبيوقف في ظهره في كل الأمور